هاني انت حامل قضية وداعم البرست كارن الكنسر اويرناس لانه هدا الموضوع بمسأعز الناس على قلبك بتحس انه في شي نحنا فينا نعمله كشركاء تحديدا تحديدا مشرقيين بالعالم العربي ونقدر نساعد شركاءنا بالحياة لحتى يتجاوزوا هالمحنهاي الكنسر بمثل تحدي من نوعه اخر ما يعني انه لما يجي هالتحدي على الطاولة او على الوجود بيبلش العدة العكسي دمار الكنسر هو الدمار المعنوي هدا هو انتصار الكنسر وهدا هو اللي ما لازم مريض كانسر يخلي الكنسر يعمل فيه نحنا ندخل مناخد الكنسر انه بس بحالته بالمرض ما شفناه من النظرة جميلة اللي هي قديش انت ممكن تكون شجاعد انت ممكن تكون محارب كيفك من بيروت هاني انا من بيروت نعم لك تشرفنا شو الاخبار شرف لأيلي تمامين ممتاز انت ممتاز كيف الشوبات معك الشوبات ممتازين لحد نصف شهر سبتمبر اذا مني غلطات صح نحنا كل سنة يمروا علينا نفس الصيفية بس مننسى خلص منقول هاي اقوى صيفية مزبوط كل صيفية منعتبارها اسوأ صيفية بس اتسيمز مش هدا لوضوع هاي بدايما فيه مفاجئات الظاهر بزبط هاني خبرني عنك شو بتعمل حقيقي انا انا مواطن لبناني من بيروت جيت على الامارات باخر ثمانينات درست بالايوبي مثل كلها اللبنانية يعني احنا بتعرف شعب شتات منسافر كتير فالامارات استقبلتني من ضمن الاف الشباب يعني وبشتغل صالة 30 سنة بحق الميديا والكومنيكيشن والاعلام والاعلان فعندي شوية خبرة بالتعليم علمت شوية بالجامعة نفس الدومينز يعني ميديا ومانجمنت وماركتين وقب لبنتين وحمد الله بصحة ممتازة ودايما بتطلع لبكرة يكون احسن من اليوم هادي فلسفتي بالحيات كتير بوزيتيب أصلا من أول المجيد يعني قلتلك هاني هيك ماشاء الله عنك شكرا عطيتني هيك طاقة إيجابية شكرا وطلعت فيك قلت أنا يعني هاني بيلعب باسكت أكيد بيلعب سبور موظف صالة بيلعب باسكت 40 سنة هلأ للأسف حاملة كتير إصابية من الباسكت بس بأكدلك مجرد ما أرجع أتعافح أرجع ألعب باسكت الرياضة كتير مهمة بحياتنا جدا هي ممكن بتخلينا شوي يعني مضلنا من تشبه بي هيك ما بتشيخ ما بتشيخ مستحيل تنصاب بس ما بتشيخ which was fine طيب هاني أنت حامل قضية وداعم ل breast cancer awareness دعم لهذه القضية كيف يعني صار معك يعني كيف قررت تحمل هاي القضية وخبرني عن حياتك ليش هالتجربة اللي مرأت فيها يعني خلت هاي دي القصة أن تكون شغلة بنظرك كتير مهمة بدك تحملها وتنشرها للعالم كله شكرا بدي بلش بتشكرك لأصدافتك لألي موضوع جدا مهم لأنه موضوع cancer بتحديدا عم نعمل هلأ نحن كامبين سرطان الثدي يعني للأسف بمس الناس اللي نحن أكتر شي بنحبهم اللي هن أمهيتنا اللي هن بناتنا زوجيتنا والشركات حياتنا وطبعا أصدقائنا يعني للأسف موضوع cancer بشكل عام قوته مش بالضرورة بالتشخيص بالdiagnosis قوته بالوقع بالسمع عليه كبراند يعني هلأ في أشياء بالحياة بتمرو ما بتحس فيها بعلم الأمراض يعني بس سبحان الله لما نيجي مريض معين يتشخص بالcancer بحس أن الحياة حواليه بلشت تنتهي كأنه بلش لعدة العكسي هلأ أنه هذا الموضوع بمس أعز الناس على قلبنا كليتنا كليتنا ما في حدا بالعالم ما بيعشق أمه وأخته وبنته وصديقته وزوجته وشريكته ما في حدا بالعالم بتحس أنه في شي نحنا فينا نعمله كشركاء تحديدا تحديدا مشرقيين بالعالم العربي ونقدر نساعد شركاء أنا بالحياة لحتى يتجاوزوا هالمحنة هاي فصراحة لجاوب على سؤالك بكل بساطة أنا مدفوع بحبي لما يمثله الجنس الآخر بحياتي اللي هي أمي الله الرحمة بنات اتنين أنا عندي بنتين شريكة الحالية وكل الناس اللي مرقوا بحياتي اللي كان للهم احترام ومعزة وصداقة قوية يعني فبحس أنه بحاجة لدعمنا نحنا كرجال بالمجتمع العربي هاني عم بتقول أنه الامباكت تبعه أو وقع الخبر بهيدا المرض هو كبير بنفس الوقت أنه نحنا عم نعمل أورنس عم نعمل توعية لننشر يعني علم أكتر عن هيدا المرض بس وقعه هو بأثر هيدا الشي بتحسه جاي من البيئة نحنا كيف نتعاطى بهيدا الخبر بهيدا المرض وقصة يمكن قلت خبرتنا عن هيدا المرض قديش ممكن تأثر علينا وناخده ممكن إذا ما دمرنا هو المرض الحالة النفسية هي ممكن دمرنا شوف جواب على سؤالك هو مزيج من كل شي يعني من من ميلي عندك البراند بتاع الكنسر جبارة مرض غريب عجيب للأسف ما قالوا شفاء لهلأ ونحنا بنعرف عن الكنسر لما الواحد يتشخص للعلم أنا بحبهون يشارك أنا شخصيا أنا أنا تشخص يعني الكنسر بمثل تحدي من نوعه آخر فيه تحديات بالشغل فيه تحديات بالعلاقات فيه تحديات بتركيبة شخصية الإنسان وفهمه للوجود فيه تحديات مع البيئة فالكنسر هو تحدي بس تحدي بينتمي لخانة الصحة بيولوجي ما يعني أنه لما يجي هالتحدي على الطاولة أو على الوجود بيبلش العدل العكسي بالعكس تمام إذا أنت كنت من نوع الأشخاص اللي أنت بتجيب قوتك من كمية التحدي اللي حواليك فهذا موضوع لحتى لإنت تقوى أكتر بتالي تسلح نفسك بوسائل حتى تواجه أكتر فأولا عندك البراد تاني عندك العلم 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 العام عم بيحكي مش عم بيحكي عن العلم التطبيقي يعني علم الطوب العلم العام الناس بتشوف إنه الكانسر هو زروط الأمراض مع أنه في شغلة هيك من باب الدعابة يعني أنه المرض اللي بيسموه الموت الصامت هو الضغط مش الكنسر فالكنسر ما عنده هاللقب بتضغط عنده هاللقب بس الناس بتخافه من الكنسر أكتر ما بتخافه من الضغط فعندك مستوى المعرفة عند الناس ما بتعرف الناس عن الكنسر إلا الخوف والخوف بيجيب التردد والتردد بيجيب عدم الإدارة الجيدة يعني الثالث شيء في عندك العلاج طرق العلاج للكنسر للأسف منها واضحة في عدة طرق في ناس بتحكي بالعلاج اللي هو التقليدي في ناس بتحكي بالعلاج الغير التقليدي بس نتيجة العاملين الأولينين اللي هن الخوف زائت قلة المعرفة بتبطل تعرف بالضبط بقي اتجاه بدك تروح من هون بتجي قوة الشريك وقوة القوة الدعمة لألك بالمجتمع بحتر تقدر تعطيك معرفة وتهدي البيلة شوية لتعرف تختار أي طريق بدي أنا أتعالج فيه الكانسر قصته كبيري بمعنى أنه خارج إطار البيولوجي نقطة ذكرتها صح حكمت بدمرك معنويا وهذا هو انتصار الكانسر على فكرة الكانسر ما بينتصر بيولوجيا أنت فيك تكون عندك بعد الشر عندك عن الجميع يعني فيك تكون عندك تحديات شخصية هذا هوكينج أهم فزيكس بروفسور بالعالم كان عنده أمأس ما كان فيه يحكي ففيك عندك حالة صحية معينة بس تستمر بالحياة بطاقة هائلة فمش بالضرورة أنه حاملة الكانسر صار خلص حاملة هموم الحياة وخطوة أقرب لنهية مستحيل الدمار الكانسر هو الدمار المعنوي هذا هو انتصار الكانسر وهذا هو ما يجب مريض يخلي الكانسر يعمل فيه فيه لحظات من حياتي فيه لحظات لا يوجد أم التخدم لكن فيه بكرة فيه لحظات لحظات لا يوجد رياضة معينة أو مشروع معين لكن الحياة أكبر من أنه يجي مرض أو شخص أو علاقة أو مشروع يشيله من الدربي يعني قدام هم هالحكي قدام هم أنه الدعم ودي بريح الشريك وهون كيف هاني انتقلت حياتك لشخص داعم شو مرأ بحياتك عن طريق شريك وكيف أخذت هيدا القرار أنك تكون داعم لهالدرجة بهالكلام الحلول اللي عنجد هو بأهمية أنه شخص يروح يشخص أو بأهمية شخص يتعالج يعني الدعم نفس الأهمية وهلأ صورت إياها بطريقة ما كنت أخذها أنا بنفس الطريقة هذا الدعم المعنوي وأنه نبعد فكرة أنه أنت رح تموت أو أنت شخص عم تطلع برات المجتمع تخلص صلاحيتك يعني مرفوض هذا الحديث يعني فيه أدنى أدنى مستوى من الإيمان بالرب أدنى مستوى من العلم مطلوب وأدنى مستوى من الحب حتى لتقدر تعمل منصة لتقعد علي أنت وشريكك بمرض لا يوجد مننا هذه لا يحدث بالحياة أو تحبك وتحبيني لا يزال عنها لقضي العفو تشبيه سخيف جدا مصاري بالبانك أو تلافية هذا سخيف جدا هذا الحديث العلاقات مبنية على الاحترام وعلى الدعم لا يوجد شيء للإحترام لا يوجد شيء بالعلاقات حتى بالنسبة لألي الاحترام والدعم أقوى من الحب الحب جدا المطلوب بس أحيانا حتى الحب يتحب من هنا بيجي الاحترام لأن الاحترام بيجي منه التقدير اللي هو بدي يفوت فيه هذا المحور بالحديث عن شريكة آيرينا لما انشخصت بسرطان الثدي وبعد ما شفت كيف تعاملت مع الموضوع ما بدأ تصبح تحب أكثر بس تقدر أكثر لأنه مهين أنه أنت وهي على فكرة رياضية قد عشر مرات يعني تركض ماراتون وكذا فجأة خبرهم ما فيك تعمل هاي ما فيك تعمل هاي ما فيك تعمل هاي عملية واحد عملية اثنين يعني نقل نوعية من مكان لما مكان آخر صالت 8 سنين عم تمرق بها المرحلة بقول لك حمد الله حمد الله صحة بخير وعافية بس التقدير كيف هي تعاملها مع هذا الموضوع فإذن مشكل محنة هي نهاية فيها محنة تكون بكل بساطة مصدر أو حتى نبع لمحبة من نوع آخر لتقدير من نوع آخر وهذا كانت تجربتي مع الكنسر هاني انت حطيت الموضوع كمان بأول ما بلشت حديثك بطريقة كتير حلوية قلت انت انه الكنسر بصيب أمهاتنا وإخواتنا فحتى اللي بيكون عم بيفكر انه الشريك شوي صغير انه مقلت انه نحنا كشركة مش بس القصص الاجتماعية بتجمعنا أو المحبة أو المصاري أو هالقصص هاي دي سكرت الطريق على هون أشخاص بيفكروا انه الشريك إذا نصاب هو مش جزء من حياتنا لأنه عطيته كمان أمك هي موضوع بصيب كل النساء فالشريك انه قيمته بقيمة إخواتنا وقيمة أمنا ونفس الشريك وبد يكون نظرتنا لإله ودعمنا لإله بنفس المحبة بنفس الاهتمام ما انه شخص ما نتخلى عنه نحنا لما ينصاب بهذا المرض كلامك سليم الشريك شريك ما انه عقد جار البيت قابل للتجديد يعني انت بتعمل عقد سواء زواج ام غير زواج خلص قائم على بندين اساسيين الاحترام والتقدير اللي هنه ركائز الحب والمحبة فبالسراء وبالضراء ما في اي علاقة قائمة انه نحنا بس وزننا على الأد حسابنا بالبنك على الأد شكلنا هيك الحياة بتاخد منك عدة أمور بس بتعطيك أشياء تاني بتعطيك خبرة وحكمة بتعطيك محبة وتقدير من هون بيجو البسط والسعادة هاني قدي شريكتك حسيت ان هي كانت بهاي اللحظات بحاجة لقلك وقدي ألهمتك بعد ما سمعت الخبر أنا بذكر النهار اللي خبرتني كنا عم نمشي على الكايت بيج حتى بهالخبرية كنا عم نعم لرياضة فأنا صدمت صراحة صدمت أولا لأنه هي لأنه هي جدا محافظة على نمط حياة معين غزاء لايفستايل نوم كذا الآخر زائد الرياضة في نقطة بدي ضيفة كمان هي موضوع الأفكار فهي الأفكار الإيجابية زائد لايفستايل معين بخليك أنت تكون صح دائما فلما تشخصت أيرينا أنا صدمت أول شي لأنه بالهدوء اللي هي أخدته يعني ومن هون عم نحكي عن التقدير والاحترام والمحبة هذا الشي زرع فيي إذا بدك مشاعر جديدة أنه منك قليلة يا بنت أبوضاي فكل واحد بد يكون نشرك حياته أو بنته تكون على مستوى عالي من الطاقة الإيجابية من الكوب لا تواجه تحديات للحياة وعشان هيك نحن أبطالنا ومثالنا الأعلى بالحياة حملونا يعني هن علمونا كل شي هن علمونا كل شي فلما تشوف أنت هالقوة بتحس أنه ممتاز ترفع القبة احتراما يعني فهذا كانت أول المشاعر تاني شي سؤالك بمحله موضوع الدعم مهما كان المتلقي أنه أنا صورة كانسر قوي رح يحط راسه على المخد وينام ورح بدين فتح الملفة لح والتردد وكل لحظات الضعف حتنفتح قبل ما تنام بدقائق أو بساعات فمن هالمنطلق كان لابد من وجود شريك أو عائلة بحالة أنا عائلتها هي كانت برا بأميركا كانت أنا موجود حدا فأسسنا هيك منصة للدعم قائمة على الحوار المفتوح يعني بدك تشيركيني مخاوفك بدك تشيركيني هوشتك وأنا بوعدك أني أسمع أسوأ شي معقول يصير للكانسر أنه هو يحس حاله عبئ أو عالي أو ناقص يعني في شيء بالإنجليزة يسمونه يعني اللحظات اللي بتحدد لك حياتك الكانسر منى واحد منهم على فكرة الكانسر أنا بالنسبة إلي وعد تفكر أنه عم بسط الأمور تحدي آخر من نوع آخر بس 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 حادث سير بشع جدا وبتنجى منه فمنى يعني بس لأنه الواحد عنده كانسر معنى أنه حالتي هذا الكونديشن تبعي أنا بالحياة أعوذ بالله هذي شغلي عابرة عابرة بمعنى أنه أنا حخليها تعبو للأسف الحكم بعد ما توصل لمعادلة لفكسين يقدر تشير لك الكانسر من جسمه هذه طبيعة المرض ولكن منى الهادئ واللي كله محبة وما في أي أحكام مسبقة ساعة جدا أنه تحس حالة أنه أنا عادي سرطان الثدي تحديدا بمس بعدة أمور بشخصية المرأة ليس بس بشكلها يعني طيب وهذا شيء لابد أنه يتفهم عند الرجل الشرقي عند الرجل العربي منا شغلة هيني إلا أنه طبيعتنا كرجال يمكن أنه ما في مش لأ بس مش كل الناس عندها الطبيعة يعني عن طبيعة النس فيما يتعلق بسرطان الثدي جدا الحساسية تنضرها بعشرة ألاف يعني فهدي لابد أنه يتنفهم لابد أنه تتعالج بمحبة ويكون في دعم للقرار اللي بيأخذه المريض مش اقتراحات لا تنتهي لأنه هيك بيصير عالة بتصير تشتئ اقتراحات وتنظير وقال جوجل هيك وقال الحكيم هيك وفي واحد هون لازم هو المريض يكرر شلي بناسبه بعد ما كون شافت كل الخيارات في كتير خيارات في خيارات تقليدية في خيارات غير تقليدية في خيارات عملية في خيارات كيمو في كتير خيارات بس لازم المريض يكرر لأنه هذا علاقة بجسمه بشخصيته وبتكوينه ما في حد ينكرر عنه بس أنا كداعم لازم أدعم وقلت إنه بدك تدعم ونوست للمرأة لأنه هيدا الشي يمكن هي رح يصير عند ضعفي أو عم بتشك إنه أنا قديش بعد عندي قبول عند الشريك وقلت شغلة كتير مهمة إنه أنا هون عندي منصة لإليك لأنتسمع لأنا حاضر لأسمع ماني مدايا أنا عملت بروسيدجر بيني وبيني كأنه نحكي بالموضوع جدا فأنا مرتاح اسمع لأدي هيدا الشي مهم إنه تسمع للآخر ما يحس حاله تقل على الشريك يعني لأنه أكتر شغلة يمكن يحملها مثل ما قلت المريض إنه قدي أنا تقل على العالم بالضبط بتاخد كل شي صار سيء معك بالشغل بتنام بتقوم معه كيف بتحس بتحس إنه فعلا هفي تقيل جدا كيف إذا الواحد لأ صمح الله عنده كانسر الكانسر نايم معك عايش معك طب كيف حتعايش إذا عايش حياتك بدائرة لا تنتهي من الهواجز وكيف الأصعب من هيك إذا ما في حدا من ترحله لا زوج ولا صديق ولا محب ولا أب ولا أبل فأنا ليش عم بيحكي عن كل هالأمثلة هاي لأنه كل هالأمثلة هاي الأب والابن والزوج والصديق والأخ الذكورية الاجتماعية بتساعد جدا على شرط الذكورية الاجتماعية ما تعمل حاجز صد للي بدأ تحكيه المرأ المرأ هايدي هواجزها أنا عندي سرطان اسمه سرطان الثدي فما في حدا يحرمني من منصة لشيرق هواجزي فاللي قادر يكون مايع على المنصة أهلا وسهلا واللي ما قادر بدأ تشوف منصة تاني ولكن لابد من وجود هاي المنصة لأن ما حدا فيه يتحمل هايدي العبء الهائل اللي اسمه مرض غير قابل للشفاء بس نايم وقايم معك على مدار السنة هايدي هي صعوب وهون بيجي الدمار الزهني اللي كنا عم نحكي ثانيا ما في حدا نحكي معه أو ما في حدا عم يفهمني أو ما في حدا لا صمح الله بعده بيحبني لا الحب منه شرط الحب مدخله بالكانسر الحب موضوع تاني إله علاقة بالاحترام وبالتقدير وبالقيام بالعشرة وبالصداقة أخصه بالكانسر يعني تعني عكس الاية إذا الزكار صار معه كانسر المرأ بطل تحبه يعني أو بطل إله لها نفس تحكي معه وبطل إله طاقة لإله ما بسير that's strong والموضوع ما تبقلت أنه مش بس النساء اللي يحكوا عن الموضوع يعني هيدا دورك هوني هاني أنه نحن عم تشجع الرجال هن نفس الشي يكونوا advocate يعني مثل النساء لأنه هن شركة هن مثل قلت أنت هي الأم هي الأخت هي الزوجة فلازم يكونوا على نفس المستوى بأنه ينشروا موضوع قادر المرأة تعتبروا مثل ومثل أي مرض تاني لأنه عطيت مثال أنه كمان الرجال بتنصاب بcancer مختلف وبbreast cancer كمان هذا الشي ما كل عالم تعرفه طبع إحصائيا واحد من 8 النساء للأسف يشخصوا بالcancer واحد من 800 من الرجال يشخصوا بالbreast cancer شوية أكتر بشوية الرقم 830 وشوية فالbreast cancer كمان عم بيلاقي مكينو بها العالم بس في نقطة أنت ذكرت بدي أكد علي المرأة نصف المجتمع لأنا بقول لك المرأة كل المجتمع شوية أما أبيت بكل 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 المجتمع الأم الأول والأم الآخر الأم بتربي والأم بتتعمل والأم بتتساوي ما يعني أنه الرجال ما ألعازي ما تفهمني غلط بس فيما تعلق بمنظومة القيم الأخلاقية اللي بتزرعها المرأة بالمجتمع ما في شيء مثله وعشان هيك الله خبر أنه الجنة تحت أقدام الأمهات منها تحت أقدام الرجال يعني طيب فنحنا بدنا نعطي حرص أكدر على على شركاتنا بالحياة سواء كانوا أمهاتنا أما بناتنا أما أخواتنا أما شركائنا لحتى تأكدوا أنهن صحيين لأنهن صحيين يعني المجتمع صحي يعني نحنا صحيين هادي هي الدائرة إذا بدك الدائرة الإيجابية صحة المجتمعية ما صحة المرأة بالمجتمع هاني هيدا الدعم اللي الشريك بده يقدمه لشريكته بيأخد منه طاقة بيأخد منه تتنشفه من المشاعر لأنه لازم يضلوا قوي لازم يفرجي قوي ما يضعف كيف أنت عم تقدر يعني تأوي حالك إيموشنلي لا تقدر يعني يضلك الشخص القوي اللي عم تدعم لأنه اللي بيعطي بده بمحل معين يرتاح يأخد ف how do you take care of your well being يعني أنا عندي تجربتين يعني التجربة الشخصية بعدين التجربة مع شركة الحالية بس أنا أخدت الموضوع شخصي بأي معنى تحدي أنا بعرف مع مين عم بتعامل يعني مرض غير قابل للشفاء بس ما عندي مشكلة بس اللي هو غير قابل للوجود أنه أنا كإنسان أو كشريك تنتهي حياتي بس لأنه أنا شخصت بهالمرض فأنا أخد الموضوع جدا شخصي تحدي يعني لآخر نهار بحياتي إن شاء الله لو شو ما صار يعني أنا أنا بعرف حيجيني أيام صعبية أحيانا بس لازم أقدر أتمكن من الحركة أتمكن من التفكير وأتمكن من شكر الرب وأتمكن من أهم من كل هذا أن يكون عندي فكر إيجابي البيولوجيا بتتعب هيك البيولوجيا مصممة الكل بالنهاية حيختير بس فيك تختير أنت مع علو كعب مع جريس متل ما بقولوا وفيك تخيط تختير بشكل غير غير لائك يعني ركز على الجيان بالأولين معهم من دون كانسر حيجينا تحديات صحية اللي بيجي تحدي صحي مبكر بالكانسر أنا كنت عمر 38 يعني كنت بعز شبابي لما نشخصوني خطتها تحدي في سنين مرأة عليها كانت كتير صعبة بس برجع بقول لك مش هلأ عم بيحكي طبعا على سؤالك أنا أخذ الأمور تحدي شخصي بس التحدي الشخصي بده ركائز أول ركيزة أنا بالنسبة لألي هي الإيمان بربي يعني أنا متأكد أنا متأكد أنه لما أنا شخصة بالكانسر أو لما شركت شخصة بالكانسر هذا ليس هذا الموضوع هذا ليس النهائي هذا تحدي إجينا من الرب بحياتنا الكانسر بيشيل لك من طاقتك وبأسر على البيورجي تبعيتك بس في كتير أشياء بتزيد من البيورجي تبعتك نحن هون عم نحكي عن الأكل السليم النوم السليم الأفكار الإيجابية البعد عن وجع الرأس الناس اللي بجيب لك وجع الرأس الدخان وتوابع وإلى آخر يعني متل ما الكانسر بيشيل الأشياء منك أنت كشخص فيك تضع أشياء وفيك تضع أشياء كثير من هون بتزغر الكانسر من هون بتغيز الكانسر الكانسر ناطر عنده احتفال عنده فرقة موسيقية بده يبلش يلعب لما أنت تنهار تنهار شو يعني كيف وشو على الحياة ويا رب صار اللي صار بس الرب كمان بده يساعدك وفي أشياء كثير موجودة لتساعدك بس اللي ما هيقدر حدا يساعدك إذا ما تساعد نفسك إذا ما تساعد نفسك كانسر مستحيل ينتصر معنويا مستحيل ينتصر وصاحب الكانسر ما في خليه ينتصر معنويا لأنه هيد نهاية الحياة نهاية الحياة مش أنه ضقت الساعة ودعت نهاية الحياة ماذا تكون عايش بس بدون أي فكرة حلوة بدون أي هدف حلو بدون أي موعد لقاء مع أصحاب أو أصدفاء عرفين جين أهو كل آيتم من هول الآيتم عنده جين معين من السعادة يعطيك إيهون كانسر أو لا كانسر فالكانسر هو حالة ذهنية هون هو الكاتش على فكرة كما أنه قوي نحن الأقوياء نحن الأقوياء نحن الأقوياء نحن الأقوياء يعني نظرة مختلفة لكيف نتعاطى مع الأمراض بشكل عام والكانسر خاصة أنه ما بدو يكون عوى منا لازم يكون نحن سبقين وهي الفرقة الموسيقية نسكتها مستحيل تلعب آخر تعرف شو بقوله أنه آخر لحن للمنتصر آخر لحن للمنتصر أنا أنا رح أنتصر مش الكنسر ولحا يلا شيء آفة أو تحدي ما قولي يجيني بالحياة ليش لأن حب للحياة ورغبت للحياة ليس بصفة الشخصية بصفة الاجتماعية أنا منتمي لمجموعة للناس اللي بحبوني بحبوني بالمجتمع هي أكبر حافز لألي أنه ما خلي شيء يحبط من عزيمتي كانسر أو غير كانسر أو يشيل الساعة من النهاري إذا ما كانت النص في أشغال وعلاقات وعلى آخر كله مقدور عليه بس اللي مش مقدور عليه هو نهاية الإنسان أثناء وجوده بالحياة هذا مش مقدور صح وليس مش مقبول أنه تنتهي حياته الإنسان قبل وقتا أنه ينهي حياته بأنه يدمر حاله نفسيا وهون هاني قديش أنت تغيرت بطريقة تفكيرك البوزيتف هيدا وحبك للحياة وهيدي المواضيع لما تتطرق للمواضيع الكانسر أو دعمك لهالكوز هيدا أدي عم تعطيك نظرة مختلفة للحياة قديش أنت صارت تعرف قيمة الأشياء وتعيش يمكن كل يوم بيومه كلام سليم تعرف قيمة الأشياء هيدا واحدة من ثلاث نقاط تعلمت أولا شجاعة ثانيا تواضع ثالث تعرف أم الأشياء سأبدأ بأخر نقطة لأن أنت ذكرت نحن كبشر موجودين بالقرض الأرضية بيونيفرس الأول الأخر كل ثانية كل ثانية فيه شيء حتى أنت تكون شاكر أو حامد كل ثانية فشغلتك كبشر تلاقي لها الثانية مهما كانت الأيام صعبة مهما كانت العجقة السير قوية إلا ما يكون فيه شيء أنت تقدر تلاقي لحتى تشكر وتحمل ساعت أنت بتقدر قيمة الحياة وتقدر قيمة الوجود وقيمة الناس اللي حواليك شغال الثانية هي التواضع يعني بالحديث عن اليونيفرس وعن القرى الأرضية نحن جزء بسيط جدا من منظومة الحياة يعني شفنا الكورونا شو عمل بالعالم بالقرى الأرضية فايروس سكر القرى الأضية سنتين ونص يعني منظومة بسيطة جدا نحن من منظومة الحياة فإذا بتتواضع شوي بمعنى أنه ما بتاخذ الأمور على الأكيد فور قرانتد ليش لأنه أنا ما أصدي أنه ضلني عم بيحكي عن قصة الدخان يعني بس أنت بتعرف أنه فيه أشي بتجيب لك دخان وحلي منه فإذا ما رح تتواضع شوي ورح تستمر بمسلسل الدخان أنت عم تعز من الكنسر لعندك ساعتك كل حادث له حديث يعني طيب فلابد أنك تتواضع وتقبل الحياة اللي هي أقوى منك وتفهم شوي شلي بيقرب هالأمراض لعندي وشلي فرد الاكتاف ولا خاصة بالصوت العالي ولا خاصة شي خاصة أنه أنا حواجه نقطة على السطر رح واجه دبابي أو رح واجه عدوي أو رح واجه الكنسر أنا رح واجه فالشجع هي قرار أنا قرار تواجه bring it on هيت لنشوف شوف هنا نعمل لنواجه فيك أنت تحارب أنا أبن حرب على فكرة فيك أنت تحارب بالسكينة فيك تحارب بالمدفع وفيك تحارب بسيف خشب بس الشجع أنك تحارب مش كيف بتحارب فأنا مثل إيرينا مثل كل نس اللي أنا بحبهم للأسف عندهم كنسر قرروا يحاربوا شغلتنا ساعة بعض كيف بنا نحارب إذا بنعمل رحلة بسيطة هايكينج بنكون عام نحارب إذا بنشد عزيمة بعض بنكون عام نحارب إذا بنصقف بعض بنكون عام نحارب لأن غياب الحرب هو الاستسلام التام وهذا أثبتك من المحرمات يعني هذا مستحيل يتم فالشجعة هي اتخاذ قرار بالمواجهة كيف بدك تواجه في كثير أشياء معلومات برا في كثير كوميونيتيز في كثير ناس مستعدين يتعاون بس خود القرار أنك تواجه إذا بتاخد قرار عدم المواجهة من مصل لمصل من تاخد لتاخد لحد بيت ما يمر الأيام تيك توك يعطيك العافية ممنوع لآخر نهار مواجهة شجاعة تواضع وتقدير الأمور هاني عن جد مش عارب شو بدي أقول لك نظرة مختلفة عن جد ويمكن هيدا الشيء الحلو إنه نظرة رجال للأمور كمان كتير مهمة مثل نظرة المرأ للأمور بس تحكيه كتير مهم فاد نلع إلي يعني ما كنت عم بنظر للأمور بهذه الطريقة عن الكنسر نحنا ندخل ناخد الكنسر بس بحالته بالمرض بهذا الإنسان المسكين هاي النظرة اللي نحنا بنحكي فيها ما شفنا من النظرة جميلة اللي هي هاي هاي انت ممكن تكون شجاع هاي انت ممكن تكون محارب هاي انت متواضع بتحب الحياة هاي فيك تساعد غيرك لتنشر هاي التوعية هاي في رياضيين ورياضيات عندهم كانسر عملوا أشياء إنجازات رائعة في مفكرين في كاتبين وفي سياسيين وفي 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 يعني مهمني أكد أنه الكنسر هو تحدي منه عائق للاستمرار بالحياة منه عائق للاستمرار بالحياة بموضوع سرطان الثدي البرست عدا أنه نحن كرجال بدنا نهتم بحالنا هذا الموضوع له امتداد اجتماعي بمعنى أنه الاهتمام بالامرأة هو اهتمام بالمجتمع ولا أنه بشكل غير مباشر ولا أنه بشكل غير مباشر تتخيل أم شخصت بسرطان الثدي وتخيل الأولاد اللي هي بدت تربيهن إذا هي منا قادرة تقوم بهذا الواجه الدعم الأول والأخير رح بيجي من العائلة من الزوج بالدارجة الأولى أو من الشريك أو من الأب أو من الأخ أو 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 فموضوع السرطان الثدي هو موضوع اجتماعي أكثر من هو موضوع مرضي يتحمل مسؤوليته فرد طيب أنا حيحكي عن نفسي يعني عندي أنا موضوع شخصي جدا بس بمثني أنا كإمسان موضوع البرست كانسر اجتماعي بمث المرأ وكينونتها وعضويتها وعضويتها تأثير عن المجتمع أكثر من الرجال هذا ليس كلام مراد فيه أنه فقط للدعم لا للاستهلاك المحلي هذا كلام مراد فيه للدعم لحتى يشجع زملاء الزكور في المجتمع أن القصة أكثر ما أنتم تفتكرون إذا هي قصة مرض هي قصة بعد اجتماعي والامرأة التي تشخص بسرطان الثدي يجب أن تلاقي منصة راحة وهدوء وسكينة لحتى تقدر تقوم بمهامتها لأنثوية بالمجتمع اللي هي للأسف لا أنا ولا أنت فيها نعملها هي الأمومة هاني آخر شي شو النصايح أو التوجيهات أو الإجراءات اللي أنت ممكن تقول للرجال يتبعوها أو منصات أو يعني كيف بينشروا الوعي وكيف هن بيتعلموا عن الموضوع اللي يكون إنسان بده يكون داعم حابب أنه يكمل أو يدعم أو عنده حالة معينة شو نصيحتك للرجال كيف بيقدروا يمشوا بهذا الطريق اللي أنت مشيت فيه أنا في عندي ثلاث نقاط مهمين بهذا الموضوع النقطة الأولى هي الكشف المبكر يعني شي الوحيد اللي منيح من موضوع سرطان الثادي إذا بتعمل ناموغرام فيك طلقته قبل ما يجي نقطة على السطر أنا عندي بنتين كل سنة بيسألهم عملتوا إيه بابا لا بابا بعد 18 شهر عملتوا بعد 2 سنة إذا ما عملوا أنا بيخذهم نقطة على السطر فالكشف المبكر كل شي موجود بين المختبرات والمستشفية ثاني شي الثقافي العامي يعني إذا واحد عنده كانسر أو ما عنده كانسر تعنا نعمل أشياء اللي هي بتجيب صحة فيه مأكولات معينة بتجيب لك صحة معروفة شو هي يعني مننا هيدا المنصة بيحكي عنا والشال الثالث والأهم لابد من أنه ما زين نحن عايشين بهالكورة الأرضية ينكون عنا أفكار إيجابية عن الحياة لأنه لما ينتج الأفكار السلبية أو المستجدات السلبية على الحياة ما نفتكر أن هذه هي الحياة سواء حرب أما كانسر أما حادث هيدا تحدي هيدا حادث لأنه إذا تتبنى هالمنظومة الأفكار كل هالتحديات بتقع فيها مثل السمك اللي بيقع بالشبكة يعني فالحياة هي مش التحدي الحياة هي منظومة أفكار إيجابية بيجي التحدي بيقع فيهم بتشتغل فيهم هالمنظومة الأفكار شوي شوي بتلاقي العلاج السليم أو حتى أحسن من هادو هن ثلاث أشي اللي أنا بتعايش مع الكانسر ونشوف شو الإيجابيات اللي مقدر ناخد عبر منها وأشي تقوينا بالحياة وتعطينا إنو كل شي نمرق فيه بحياتنا هو هو تحدي من نوعا ما طبعا بيقوينا ونشوف كيف فينا نساعد غيرنا طبعا هاني شكر لألق يعني شو بدي نظرة عن جد مختلفة للموضوع نظرة جديدة إن شاء الله الكل يسمعك ويسمع أو ياخد يعني أنا من نسبة لأيلي كتير استفدت وتشكر وغيرت لي برسبكتف كتحط أسئلة ممشيت فيهم كلهم لأنه كلامك جميل وقالله يقويك تشكرك شكرا ويعطيك العافية على البودكاست الحلو دايما شكرا حكما شكرا حبيبي تكت